لأنه هو كابتن الفريق معنا وإن شاء الله حيظهر ولو ظهور في كاس العالم حيقوم في شرم الشيخ بإذن الله هل ولدنا في باريس ممكن يكونوا متواجدين في عشرين واربعة وعشرين؟ كابتن خالد هايزقول لحالك حاجة أن موضوع دخول السباحة بالزعانف داخل فيها موضوع السياسة شوية أيوة روسيا والصين متفوقين في السباحة بالزعانف وعارف حالك المنافسة مع أمريكا أمريكا بعيدة خالص يمكن إحنا متفوقين مع أمريكا بعيدة بالتالي لعدد المداليات رغم التفوقها في السباحة بالضبط كده السباحة الكلاسيك إنما هي بعيدة في الزعانف خالص فبالتالي روسيا والصين حيغضوا مداليات في السباحة بالزعانف كتير جدا أمريكا يا رفض هو ده الرافض إنما إن شاء الله أطمنك إنه قريب جدا حيكون للسباحة بالزعانف في الدورات الأولوبية حيبقى لها ظهور لأن الموضوع بقى اختلف بطولة العالم بقى فيها أكتر من 45 دولة واللجنة الأولوبية الدولية حطت عنها على السباحة بالزعانف إحدى الرياضات اللي حيبقى لها دور بإذن الله في الدورات الأولوبية القادمة يا رب بإذن الله للتحاد المصري بيأملك كام لعب عنده تقريبا عايز أقول حليك إحنا بدأت من فين وصلت فين أنا أكتر من 32 ألف سباحة وسباحة مقاييدين عندنا في الاتحاد موضوع كتير قوي حرج بتشوف في كل حميات السباحة دلوقتي اللي هي الشنطة المثلس اللي فيها لزعانف المونو تروح في أي مكان حتلاقي فيه السباحة بالزعانف بقت منتشرة والحمد لله بفضل من مجلس دارة الاتحاد عايز أقول برضو يعني مش عايش داخل دور وزارة شبه ورياضة ومعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي اللي أنا عايز أقول وإحنا في كولومبيا كانوا على تواصل معنا بعد نتائج الكويسة الحاجة عميلة جداً هو في نيجيريا مع اللي هو أحمد ناصر كان ندوم اجتماعات وإحنا راجعين في الطيارة عمل فيديو كونفرنس اللي درجة أن ركاب الطيارة كنا لسه في مطار بوجوتا وحنعمل تيكوف على اسطنبول وإحنا راجعين كانت حاجة جميلة جداً إن طبعاً وزير الشباب ورياضة ليه اتحاد الغوص ولعبة غير أولمبية ويعمل لهم فيديو كل كانت جميلة جداً وأنا بشكره يعني بالنيابة عن أسر الاتحاد المصري أكيد كلنا مصريين وأكيد كلنا برفع في الإنجاز ده بحاكم متواجد معنا رضا وفرحانين بيك جداً لكن ده الجانب الفني والمهم لكن خلينا نقول أن أنت بتختلف جداً أنت عضو مجلس إدار الاتحاد الدولي في اللعبة وداخل عن انتخابات قادمة في الاتحاد الدولي وده شرفين أكيد اللي أنا عايز أقوله برد وأنا يعني إحنا في 27 أكتوبر برضو سيقة الاتحاد الدولي في مصر وبلد الأمن والأمان في مدينة شرم الشيخ اللي هي أحسن مقصد غوص على مستوى العالم هيجي أكتر من 90 رئيس اتحاد غوص هنعمل الجمالة عمومية من 27 ل31 أكتوبر في مدينة شرم الشيخ طبعاً بيتخلز وحلاك قلت كده أن فيها انتخابات وأنا طبعاً من آآ أعد مجلس دارة أو مكتب تنفيذي للاتحاد الدولي وطبعاً حجد إن شاء الله عدوتي ورب ربنا يكرمنا وينصرنا ويبقى لينا دور لأن إحنا وجود مصر في الاتحاد الدولي مهم جداً لأن أنا بقول أن السيحة الرياضية النهاردة مهم جداً وانا زي ما قلت أو جنوب سيناء أو البحر الأحمر غير داء عندنا أماكن جميلة جدا ومعظم الدول ومعظم الرئيسات الاتحاد الغزب يعتمد على الاتحاد المصري والنقاذ في الحصول على المعلومات سواء جاية لهم مفود سياحية في مصر أو مفود رياضية أيضا في